أحمد عبد الملك وماذا عن الألمانوم وهذا اللقاء الصعب أبا من نادي أهلي وخاصة الألمانوم لم يخد ولا مباراة منذ حوالي شهرين تقريبا برحب بيك أزمي العيز تامي الصائر وبرحب بنجوم التحليل أركرام الكبر داخل السيديو يعني من هنا من سداد القاهرة وآخر لقاءة دور الاتنين وثلاثين لمسابقة كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي الألمانوم ممكن زي ما قلت زميلي تامري يمكن أن يمر بظروف صعبة بل صعبة جدا تتمثل في انتهاء دوري القسم الثاني من شهر أربع يمكن أو آخر شهر أربع يمكن تقريبا أكتر من ثلاث شهور منتهي الدور أو شهرين بالزبط يمكن كابتن الشام عبد الملعم حرص على عودة اللعبين بعد فترة التوقف الكبيرة يمكن من واحد سبع حرص على رفع الحمل البدن للعبين يمكن الفريق اتمر من واحد سبع لحد دلوقتي على ثلاث فترات صباحية وفي الظهر وفي مسائية من أجل رفع معدل الحمل البدني للعبين يمكن أيضا صعوبة ألقاط المسأل في انتهاء أكتر من ست لعبين انتهى عوجوده من نادي الألمانوم يمكن ست لعبين من عناصر المؤسل اللي كان بيتمت عليها الكابتن هشام عبد المنعم بشكل كبير وتشكيلة الأس يمكن الفريق دخل في معسكر مغلق في القاهرة منذ ثلاث أيام يمكن خلال المؤسكر حاصل كابتن هشام عبد المنعم على حرص على تحديث مع اللعبين على أهمية لقاء الكأس وتحقيق مفاجأة من مفاجآت الكأس وأن الكأس دايما بيحمل بعض من مفاجآته لما لا تحقيق مفاجأة اليوم على النادي الأهلي اشتغل على العامل النفسي في لقاء اليوم يمكن أيضا اشتغل على أهم نقاط القوة ونقاط الضعف للنادي الأهلي يمكن أيضا كان هناك جلسة لكابتن فريق أحمد علي مع اللاعبين بالأمس في الفندو يمكن تحدث مع معظم اللاعبين على إزالة الرهبة في اليوم أمام النادي الأهلي والتأكيد على أهمية ممكن اليوم النهاردة يحقق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي يمكن يغيب عن نادي الأهلي غبات عديدة ومؤسرة أبرزها أحمد علي نجم الفريق للإصابة يمكن زميلة العزيز تم رصائر دي كانت كل الأجواء والكوليس لنادي الأهلي من أستاذ القاهرة تعود الكلمة لك تفضل شكر لها زميلة العزيز أحمد الملك وزميلة العزيز خالد رزق على هذا التقرير الوافي قبل انطلاق هذه المباراة التي تجمع بين الأهلي والأهلي في الجولة الثلاثين بالنسبة لكأس مصر